في العام اللي فاتت كان فيه قلق جامد في أمريكا بسبب صفقة بيع مصنع حديد وصلب أمريكاني لشركة يابانية الصحفة الأمريكية بقالها فترة مالهاش سيرة إلا الصفقة دي والنقابات العمالية ادخلت فيها وأعضاء الكونجرس اتكلموا عنها وليه لكبير عودة لدرجة أن بايدن هو كمان اضطر يخرج من حضن إسرائيل الدافي اللي بقاله 80 يوم ما عشش فيه وابتده يحقق في حوار الصفقة دي بنفسه ايه حكاية الصفقة دي وليه قلب الدنيا في أمريكا هيا بنا نشوف صراحة لازم نعترف أن السيادة الرئيس السيسي استحمل كتير قوي في العشر سنين اللي فاتوا من المصريين الأندال عديم الوطنية اللي بيكرهوا من غير أي سبب كده ومش مؤمنين بنبوته صراحة بقى أي رئيس تاني عنده دم غير السيسي كان زمانه ساب البلد وطفش من كتر الهجوم اللي بتعرض له بس للأسف جنابي بوشير ما عملش كده ده فضل متمسك بينا وطابع على نفسنا رغم كل الظلم اللي شافوا مننا يا ما ناس كتير شككوا في كفاءة سيادة الرئيس وعبقريةه الاختصادية وقالوا عليه فاشل وضيع مصر لمجرد أنه عمل شوية أخطاء بسيطة لا تذكر زي أنه غرقنا في الديون وزود التضخم وقال لإمتي الجنيه وخلص على الاحتياطي الأجنبي وباع أصوله جزر البلد لأول مشترين قات بس الحمد لله بعد كل الافترة ده حق السيادة الرئيس ورجاع الوتالت وامتالت ومش من مصر لا ده من أمريكا بجلالة قدرها يتضح أن الأمريكان منبهرين جدا بالسياسات الاقتصادية بتاع الجنابي المشير وهيموتوا عليها من زمان بس كانوا مخبئين لدرجة أن هم دلوقتي بيحاولوا يقلدوها ويعملوا زيها الدليل على كده أن في مصنع حديد وصول بأمريكان كبير أو معروض للبيع اللي ومن دول يعني أمريكا بذات نفسها بقى بتبيع أصولها زي ما السيسي بيعمل ومش بعيد نلاقيها قدام شوية بدأت بقى تبيع جزر وولايات كمان اه دي عم السيسي اللي مش عاجبكم طلع هو اللي بيقود اقتصاد العالم ومشي الأمريكان وراه الظهر كده والله هو أعلم أننا مش حاسين بالنعمة اللي احنا فيها ومش هنعرف قيمة البلحة اللي في ايدينا إلا لمطير مننا عشان كده ياريت سات الرئيس يعقبنا ويغور من وشنا ويروح في أي مصيبة مش عشان حاجة والله بس عشان نحس بقيمته ونندم على فراءه بس مش أكتر في شهر أغسطس اللي فات ظهر خبر بيقول إن شركة يو اس ستيل الأمريكية للحديد الصلب معروضة للبيع قال لا طب وأمريكا دي بتبيع أصولها ليه لمؤاخذة كفى الله الشر مزنوقة في قرشين زي حالتنا واللي عاوزة فلوس عشان تبني بيهم كباري ولا يكونش الدولار الأمريكاني شاحح في أمريكا اليوم اندول ولا يمكن عاوزة تقلد السيسي عمياني كده وخلاص وتبيع أصولها زيه من كتر ما هي معجبة بيقوا بعد قريةه الاقتصادية قال لك لا ما تضطوش قوي كده وما تخلوش الجلالة تاخدك الشركة دي مش ملك الدولة أصلا دي شركة بيملكها مجموعة مستثمرين يعني من حقهم يبيعوها زي ما هم عاوزين عادي جد بس رغم كده بقى الموضوع معداش بالسهل برض من ساعة ما بتدى الكلام عن صفقة البيع دي والدنيا مقلوبة في أمريكا على كل المستويات من أول الرأي العام والتحاد نقابات العمال لحد الكونجرس والبيت لبيض ليه؟ بيقولك ان بعد عرض الشركة للبيع بربع ساعة بس الأمريكان لقوا شركة يابانية بتزوء الباب وبتدخل عليهم وبتقولهم انا هشتري بأي تمنة رجالة وفلوسي جاهز على الطرابيزة الشركة اليابانية البرنسيسة دي عرضت 15 مليار دولار بحالهم عشان تشتري شركة يو اس ستيل وده مبلغ ضخم جدا أعلى بكتير من الإيمة الحقيقية للشركة نفسها طبعا صحاب يو اس ستيل أول ما سمعوا الرقم ريقهم جري وكان عاوزين يجيبوا العقود في ساعاتها عشان يخلصوا الصفقة السقع دي واليهافوا الإرشيب بس الصحافة والأجهزة الرقبية في أمريكا وقفوا لهم زي العقودة في الزور أول ما سمعوا عن العرض الخرافي بتاع الشركة اليابانية بدأوا يشككوا في الصفقة ويحصروا مناخرهم جواها قال لا طب لا يجد عم بتوقفوا المراكب السيرة إيه الغلاثة دي ما تسيبوا الناس يبيعوا يسترزقوا بس الأمريكان قالوا لا معلش اللي مقدم العرض ده شركة يابانية مش أمريكية يعني لازم ندرس الموضوع وندقق فيه كويس عشان نفهم نيتها إيه وجاية تشتري من عندنا ليه خصوصا بقى ان احنا بنتكلم عن شركة بتنتج حديد وصلب مش بونبوني يعني صناعة استراتيجية ومهمة مش أي كلام يبقى القصول نحاقة في الحوار لحد ما نجيب قراره حدش عارف جايز الشركة اليابانية دي تكون زرعلنا اسفين في الصفقة واحنا مش وقتين بالنا يعني عشان تباوز الاختصاب بتاعنا ما هم اليابانين برضو بسهلين ما لهمش أمان أكيد شايلين مننا من قائم هيروشيم الشركة اليابانية بقى لما سمعت الكلام اللي بيتقال عليها قالت والله انتوا كبرتوا الموضوع على أمريكان احنا خلاص بقينا حبايب دلوقتي وانسينا الماضي الزري وقنابله من زمان الحكاية وما فيها اننا بقالنا فترة بنشتري أكبر شركات حديد وصرب في العالم عشان عاوزين ننافس الصين في المجال ده بدل ما هي طايحة كده ومحدش عارف يوقفها عند حد ده عشان كده أول ما سمعنا ان شركة USST المعروضة للبيع جاهزنا فلوسنا وقتي وجينا نجري فاستهدوا بالله بقى أمريكان خدوا المليارات ودونا الشركة خلونا نستفتح ونرش مياه ونبتدي شغل ده حنا هندفع فلوس أعلى بكتير من قيمة الشركة وفي نفس الوقت هنعاكلنا على الصين عدوتهم وهننفسها في المجال اللي هي واكلة جو فيه يعني الصفقة كلها مكاسب لأمريكا مادياً وسياسياً عاوزين ايه تاني بقى بس رغم كل ده البيع ما تميتش برضه لأن اتحاد عمال الصلب في أمريكا دخل على الخط ومنزل بيان رسمي أعلن فيه رفضه للصفقة طب يطلع مين اتحاد عمال الصلب ده اللي طلع لنا في المقدر وإيه اللي مزعله من البيعه هو كمان ده يسيدي عبارة عن نقابة كبيرة لما كل عمال الحديد والصلب في أمريكا من أولهم لآخرة الاتحاد ده عقبال أمالتكو بقى كلمته مسموعة وله النفوذ كبير جداً في أمريكا والبيت لابيت بيعمل له ألف حساب بيقولك مثلاً ان اتحاد عمال الصلب ده هو اللي فضل يزن على ترامب من كام سنة للحد ما خلق يفرض رسوم وجمارك كبيرة جداً على الصلب اللي مستورد من بره أمريكا عشان الصناعة المحلية ما تتضرش يعني ما شاء الله اتحاد له وزن وهيبة وبيعرف يمشي كلامه على الرئيس ذات نفسه عشان كيلة لما تكلم عن صفقة بيع يو اس ستيل كل المسؤولين يهتموا بيه وسيمعوه عمال الصلب قالوا في بيان الاتحاد احنا بنرفض الصفقة المشبوهة دي لسببين إن شاء الله السبب الأولاني هو إننا ما ينفعش نبيع شركة عريقة بتشتغل في الصناعة استراتيجية مهمة لمستثمر أجنبي أيا كانت جنسيته لأن ده بيهدد مستقبل الصناعة الوطنية في أمريكا مدونيا ممكن بعد كام سنة نلاقي الشركة اليابانية دي كبرت وتوسعت وبقت عاوزة تحتكر سوق الحديد وتبلعه كله في كرشة ساعتها يبقى إيه العمل؟ نحط نفسنا تحت رحمة اليابانيين وندهم فرصة تحكمه فينا لا طبعاً كلام ده ما ينفعش لو هتموتوا على البيع قوي كده يبقى تبيعوا المستثمر الأمريكاني من ولاد البلد تاني سبب بقى هو إننا مش عارفين الشركة اليابانية دي بعد ما تشتري المصنع هتعمل إيه مع العمال؟ مجايز ترفضهم أو تقلل مرتباتهم أو تعملهم وحش تفضل تكلمهم ياباني مثلاً لحد ما يصدعوا يوعى من طولهم ويمكن تبقى تجيب عمال تباعها من اليابان وتشغلوا مكان العمال بتوعنا من الآخر كده يعني الصفقة دي مش هتتم الامتحاد العمال انتشر بشكل واسع جداً وسط المجتمع الأمريكي وفي ناس كتير تضمنوا معاه وأعلانوا رفضهم للبيع منهم صحفيين كبار وأعضاء في الكونجرس وشخصيات عامة الرئيس بايدن بقى لما شاف الحوار عمالي يكبر كده اضطر يتدخل بنفسه وأم شكل لجنة حكومية مخصوص من خير أجناد الأجهزة الرقابية عشان تحقق في ملف الصفقة وتفليه ورقة ورقة وبعد كده يتوافق عليها يترفضها الشركة اليابانية بقى لما عرفت كل اللي حصل ده بقيت قاعدة تضرب كف على كف وهي بتقول بالياباني أنا استاهل ضرب الجزمة اني هوبت ناحية أمريكا ده احنا لو جايين نختصبكم ما كنتوش تعملوا فينا كده زي ما احنا شايفين كده شوية مقالات في الصحف على حتة نقابة عمالية لراحت ولجت فيدرق يقدوا دورهم ويقولوا رأيهم بكل حرية في حاجة تمسي اقتصاد بلدهم لحد ما قدروا يوقفوا صفقة بمليارات ويخلوا رئيس الجمهورية نفسه يحقق في الموضوع لا شوفنا صحة في منهم اتحبس ولا عامل اتقطع لسانه ولا موظف في جهاز رقابي كان عالق تموت وتحول لمحاكمة عسكرية لو سيبنا بقى أمريكا المتخلفة دي اللي بتعمل اعتبار للمواطنين المدنيين العرر وبتمشوا ورا كلامهم وروحنا لمصر والدنيا اللي هتبقى قادة الدنيا هنلاقي حاجة تانية خالص سيادة الرئيس السيسي ما شاء الله مش بس بيبيع أصول البلد للنهار عادي جدا من غير ما ياخد رأي حد أو حتى يدينا خبر من باب العلم بالشيء يعني لا ده فارش بالأصول دي في السوق وعمال يفرقهم على صحابه في الخليج برخص التراب كانوا بيوزع من مالهم بالظبط مفيش جهة أو جهاز رقابي واحد في البلد قادر يمنعه أو يرجعه أو حتى يسأله بيعت بكام ووديت الفلوس فيه رغم أن الأصول دي كلها حسب الدستور المفروض أنها ملك الناس مش بتاعة السيسي يعني ولا ورسها عن جده البشر سيادة الرئيس النبي لامم كل أصول البلد وحطتها في عب سحري جوا بانطلونه اسمه صندوق مصر السيادة صندوق هو بس لمعه مفتاحه وما حدش عارف عنه حد ولأن جنب المشير راجل نزيه قوي وجنت المانع الآخر فتلاقيه ما عندوش موانع خالص في حوار البيع ده ما بيفرقش معاه أن حتة الأرض دي موقعها حيوي أو أن المصنع ده بينتج سلعة استراتيجية وبتمثل أمن القومي مفيش الكلام ده بيحنا فتحينها على البحر أي حد معدي ينقل أصول اللي تعجبه برحت ويدفع تمانها وياخدها ويتكل على الله وربنا يبالكله فيها يطلع خليجي بقى يطلع أمريكاني يطلع إسرائيلي شاء الله حتى يكون معه جنسية ولا بطاقة أصلا المهمة تبقى فلوسه حضرة بعد ما السوق بينفض بقى يعني لو لقينا فيه شركة بيرة ولا ما تبعتش ما بنسبهاش في حالها برضا بناخدها نصفيها ونجيب ضرافها ونرمي كل عمالها في الشارع بمنطقة البساطة السنة اللي فاتت مثلا جناب المشير البطل باع أسهم كل شركات الأسمدة والبيتروكيمويات الكبيرة رغم أن دي صناعة استراتيجية مهمة جدا مش بس كبير دبعهم لمستثمرين من الإمارات والسعودية كمان يعني الدولتين اللي بينافسه مصر في مجال البتروكيمويات في الشارع الأوسط بس عادي يعني طالما بيدفعوا كويس يبقى على البركة ما يجراش حاجة لما نساعدهم يركبونا ويسبقونا في المجال ده وكل المجالات احنا أصلا ما فيناش حيل لنفس حد أو ننتج حاجة عليها لقيمة معادة كباري طبعا يعني دي احنا بننتجها بوفرة الحمد لله وما حدش يقدر يتفوق علينا فيها في أمريكا الناس كلهم وقفوا على رجل من أول رئيس الجمهورية لحد أصغر عامل بسبب صفقة بيع شرك عشان يضمنوا حقوق العمال ويتأكدوا أن الصفقة دي مش هتلمس اقتصاد أمريكا ولا هتهوى بناحية أمنها القوم سواء دلوقتي أو في المستقبل في مصر بقى السيسي حاطت رجل على رجل وعمال يبيع أصول البلد وشركاتها وجزرها على مزاجه وما فيش حد يستجري يفتح بوقه أو ينطأ بالنسبة للعمال بقى فدول ما نومش دي أولا أهل يسألوا عليهم سيادة الرئيس كده كده بيرمون في الشارع من قبل حتى ما يبيع فهو ده بقى الفرق بين الدولة الحقيقية وعزبة النخل اللي احنا عايشين فيها والحد ما نشوف سيادة الرئيس هيبيع كليت البلد إمتى إن شاء الله فمعنا اليوم وحدود سنة جديدة هلت علينا أبا الحج ودخلة السنين الجديدة في بلدنا لها حكاية زي اليومين ديقول من قيمت كم سنة كده بل حاج الواد مش مش ابن العمدة الحيلة يعمل لنا فيها خواجة ويحكم رأيه إنه يتصور صورة السنة الجديدة في قلب بلدنا قوم يلم الغفر حواليه ويقول لهم اقطعوا لي أكبر شجرة في البلد لجل ما ننصبها حتى الترعى القبلية ونعلق عليها زينة وكهارب واتصور جارها زي بتوع بلد بر إيه لأكادة الغفر يسمعوا أوامر ابن العمدة وما يكدبوش خبر يفضلوا يلفوا في كل جناين وغطان البلد لجل ما يدوروا على أكبر شجرة ويقطعوها غير سيدن العمدة يقول لا أنا لازم أنقش شجرة بنفسي وبعد لفه وتدوير يامة في كل أراضي البلد مش مش يقول أنا محتار كل ما أشوف شجرة وأقول هي دي أكبر شجرة أجي بعد شوية أشوف شجرة تانية يتهيقل إنها أكبر قوم سيخ الغفر يقول لك محلول أسيد الناس إحنا نجيب متر من حدا فتلة ترزي ونقس بيه شجرة البلد تمن بالطول والعرض وأكبر شجرة هي اللي نقطعها غير شمشمش يقول لا أنا محكمش اللي بعيني طب إيه العمل دلوقتي ومشمش ابن الحرام يقول للغفر مفيش غير حل لواحد اقطعوا لي كل الشجرة اللي في البلد من جدوره ورص الشجر قدامي كده لجل ما شوفهم كلهم جنب بعض وصدعيني واعرف أنق منهم بالساحل عنها بالحق واللي إيه لك الغفر دايرين يقطعوا في كل شجر البلد شجرة شجرة وصحاب الأراضي والغطان بقوا يعيطوا زي الولاية ويشيلوا من الأرض ويحطوا على دماغهم وهم شعيفين شجرهم بيتقطع قصادهم ومش عارفين يعملوا حاجة مع ابن العمجة إيه لأكادا بعد ما الشجر يترس جربا عده قصاد مشمش ينق منهم الشجر اللي على ما زاجه ويولع في البقية غيرش السواد ما يخلص على كرب الحج مشمش بعد ما خلص على شجر البلد ياخد الغفر في ايده ويلف بيهم تاني ما تعرفش ليه قم يلمح الحج الزناتي ويرور وسرح الفجر على الزاوية لاجل ما يصلي وميت الوضوء بتنقط من دقنه البيضة اللي وصله لحد آخر صدر إيه لأكادا اللي لها بالحج مشمش تاوي ما يشوف الحج الزناتي يتهبل ويفضل يشاور عليه ويقول للغفر هو ده بويان ويل اللي هيطلع معايا في الصور ام الغفر يجرو على الحج الزناتي ويجيبوه من قفاء وبعدها يقلعوه ودومه بالعافية ويلبسوه بجامة حمرة وطرطور بزر بيض الشجرة المقطوعة تتنصب والكهارت تتعلق عليها والحج الزناتي يا والداء يقف جارها ببجامته الحمرة ويشيل شوال على ظهره وكل ده يتعمل لاجل ما مشمش ابن العمضة يتصور صورة السنة الجديدة وينبسط غيرش الواد ما يسكتش برضو يقول الغفر الشوال هيطلع شكله شين في الصورة وهو فضل ام الغفر يتلفو حجارة يا ما ويملو بيها الشوال اللي على ظهر الحج زناتي والرجل العجوز رجلي ما بقتش شايلة غيرش الغفر ينزلوا فيه ضرب لحد ما يوقف على حينه واخرة المتمة مشمش يتصور صورة السنة الجديدة اللي كان نفسه فيها وهو فرحان وفاشخ حنكه ومبسوط اخر انبساط بعد ما خلص على صجر البلد وخيرها وكسر ظهر الحج زناتي ويرور وهزق الاصط كل عام انت بخير بمناسبة دخلة السنة الجديدة بالحج وغيرش دخلة السنين الجديدة في بلدنا لها حكايات ونشوفكم على خير ان شاء الله